أنا يعجبنا الشيخ ابن عشور رحمة الله علي الشيخ محمد طه بن عشور ولا مرة قرأت له عن كرامة ما سمعتش ولا مرة بس أنا أعتبر الاستقامة التي عاش فيها الشيخ محمد طه بن عشور والتوفيق الرباني الذي قيض له والمؤلفات الماتعة لا أقول الجامعة لكن ماتعة عظيمة غير مسبوقة في بابها بعض مؤلفاته خاصة التفسير ما شاء الله كان فيه فوائد وعوائد والنظر الفسيح عند مضائق الأنجر الأنظار في الجامعة الصحيح ونزوم الرجل طريقة واحدة في الأدب والرزانة العلمية وعدم الوقوع في العلماء ولا إمة ولا المذاهب وسلوك خطة الاعتدال مع الإنصاف التام والعقل الوافر من أكبر كرمة الله علي وسلوك خطة الاعتدال مع الإنصاف التام والعقل الوافر من أكبر كرمة الله علي وكيف بها كرماته؟ ع usableك؟ والله العظيم كفى بها كرمات كفى هذا التراث العلمي الرصي الذي أورثناه رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله عليه شيخ ابن عشون يعجبني رجل أذكى من أن تحاول أن تلعب على مزاجه عنده كتاب عظيم في إصلاح التعليم التونسي اسمه أليس الصبح بقريب يذكر فيه طريقة هو بالنسبة له غير مقبولة رديئة حقيقة أن تكون مردودة على أنها رديئة في ذاتها سبحان الله عمت في كتب المتأخرين في آخر سبعمائة ثمائة سنة من القرن الثامن يجدها موجودة كيف؟ الترجيح بين الاجتهادات للمجتهدين يتم أحياناً بعوامل لا علاقة لها أي بالمرجحات الترجيح في مسائل شرعية علمية كيف تصير؟ بمسائل علمية من حيث الدليل ومن حيث النظر في الدليل أليس كذلك؟ بس وعندها فروع كثير جداً جداً عاد لا الترجيح يقول ابن عشور كان يتم أحياناً بالكرمات يقولك صحيح فلان قال بهذا كذا ولكن فلان له كرمات وهذاك ملوش كرمات طيب ايش ده بعدين إذا إلو كرمات لا تأخذ برأيه نعم أما أخذ برأيه أنا بالكرمات أخذ برأيه إذا إيش أسعفه الدليل إذا شاه حلو والله ناجعل الكرمات بحالة وظاهر صلاح الإنسان وتأيّد الإنسان بالكرمات أجعله مرجحاً شرعياً صحيح يا أخي بضيع العلم الشرعي هل يس كذلك؟ وطبعاً سنرأوا ناساً يدعون الصلاح ويتظاهرون به ويجترمون جريمة الكذب على الله تبارك وتعالى وادعاء أنهم رأوا وأنهم خطبوا وأنهم حدثوا هذه في ناس عندها الجراءة هذه مخيف مرعب شوفنا كيف في الخطبة الذي زور في القرآن إمام جامع قرطبة زور في كتاب الله كذب على الله مرعب لماذا أثقنا؟ فالشيخ بن عشور قال لك الإنسا هذا مما تسبب في ضعف العلوم تالهلها فلان له كرمات قال لك ما قبل هذا عقل عقل محترم متزن على أنه وارث هذه التراثات لكن لا يتأثر بالضعيف المهلهل منها لا يقبله لا يقبل البولشت هذا ابعد هذا باب آخر وأستاذه في هذا إمامه هو إمام الكل الإمام مالك أبو عبد الله ابن آنس الأصبح إمام دار الهجرة الذي كان يقول من أصحابي من أدعو من أرجو دعوته وأرد شهادته يعنينا على العقل لما يشتغل أرجو دعوتك لأنك إنسان صالح مستقيم طيب سليم الطوية أهلا وسهلا وأرد شهادتك لأنك لست من أهل الشهادة لا تعرف على ماذا تشهد تتورط وطبعا كان يردوا روايتهم أيضا منقبل إيه ها وبنرجو دعائهم وبركتهم بس لما يأتي يروي ما بقبل روايته لماذا لا تقبل هل يكذب ليس من أهل هذا الشيء نقول لك هو مشتغل بهذا الشيء ومش روي لا يعرف شروط الرواية فممكن يخربط ما قبل إيش هذا عقيل